من اللافت الحقيقة في نواب المحافظين ان معظمهم شباب يعني عارقوا اكستوا ايضا اثناء حلف اليمين نلاقي ان معظمهم قيادات شابة فيهم كمان قيادات نسائية كثيرة حتى في بعض المحافظات الحدودية ودي فرصة طيبة جدا جدا لخلق اجيال جديدة من القياديين وكمان يكون عندنا صف تاني لادارة بعضهم الحقيقة ممن تم التجديد له او تم نقله من منصبه في محافظة الى محافظة اخرى وبالتالي ده ايضا يعتبر شيء ايجابي وجزء ايضا مهم من ادارة المحليات وادارة المحافظات المصرية المختلفة وخلق نشأ جديد واجيال جديدة تستطيع انها تقود المسيرة في المستقبل كمان بعدما شفنا اداء اليمين الدستورية سواء للوزراء الجدد او المحافظين الجدد او كمان مساعدي السيد الرئيس ونواب الوزراء ونواب المحافظين اجتمع بيهم السيد الرئيس عمد الفتاح السيسي عقب اداء اليمين الدستورية عشان يبلغهم بتكلفات الحكومة الجديدة ويمكن بعض النقاط اللي اكد عليها السيد الرئيس في تكلفاته انه اهمية التطوير الشامل للسياسات والاداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وايضا اهمية استكمال مسار الاصطلاح الاقتصادي على جميع الاصائدة مع اعطاء الاولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق تفرة ملموسة في المجالات الخدمية على رأسها الصحة والتعليم كمان تأكيده على الاهمية البالغة لقطاع الصناعة وتطوير الصناعة المصرية تأكيد السيد الرئيس على ضرورة جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية واتحت الفرصة وتشجيع القطاع الخاص كمان وجه السيد الرئيس بمواصلة وتعزيز جهود صون الامن القومي المصري في ظل التحديات غير مسبوقة ايضا بوجهها الوطن سواء في المحيط الاقليمي او الدولي كمان اعرب سيد الرئيس عن ضرورة الحرص على المصلحة العامة والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام كما جاء ايضا في بين دراسة الجمهورية خلونا نتابع محرور كوائل اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسادة الوزراء اعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين وذلك عقب ادائهم اليمين الدستورية بمقار رئيسة الجمهورية بمصر الجديدة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان السيد الرئيس اعرب في مستهل الاجتماع عن اطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في اداء مهام مناصبهم مواجها الشكر والتقدير لاعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين لجهودهم المخلصة في دعم بسيرة التنمية التي اسهمت في تحقيق العديد من الانجازات واكتياز التحديات خلال الفترة الماضية كما اكد السيد الرئيس اهمية تطوير الشامل للسياسات والاداء الحكومي بما يتوكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة مشددا على اهمية الاستفادة من الخبرات السابقة بما يرسخ اطر العمل المؤسسي والحوكمة فضلا عن تحقيق اقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزرات واجهزة الدولة وذلك في اطار من الحرص على المصلحة العامة والنزاهة والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام كما اكد السيد الرئيس اهمية استكمال مسار الاصلاح الاقتصادي على جميع الاصعيدة مع اعطاء الاولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم مشددا على الاهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعات المصرية باعتبارها هدفا استراتيجيا في مسيرة بناء الدولة وموجها بان تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وذلك في اطار تحسين الاداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة مما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم اضف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الامن القومي المصري في ظل تحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الاقلمي والدولي وما تفرض من الاستمرار في بناء قدرات الدولة في جميع القطاعات فضلا عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار وكذلك مؤصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين هذا وقد ارب السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب العمل المكثف وانكار الذات مؤكدين للسيد رئيس عزمهم على بذل اقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الاصايدة